مشكلة الدراسة تحديد وتوصيف تعمل الكثير من المنظمات الدولية في اليمن في مختلف المجالات بصورة متفاوتة في النشاط والإنجاز غير أنها بحاجة إلى التشبيك بينها وبين الجهات الحكومية والمنظمات والمجتمعات المحلية لتحقيق أهدافها المنشودة لذا حرصت الباحث اليمنية شذا علي نعمان أن تقف أمام هذه الإشكالية فاختارت عنوان بحث رسالتها لنيل درجة الماجستير بعنوان الأنشدة الاتصالية للمنظمات الدولية العاملة في اليمن عملت هذه الرسالة عشان توصل لأكبر عدد من المنظمات الدولية الدراسة تمثل مرجعية لتلك المنظمات في الاستفادة من النتائج الاستخصائية لتحسين جودة النشاط الاتصالي في التعامل مع الأزمة اليمنية والجمهور المستهدف الدراسة تكون إضافة كبيرة جدا لأنها تساعد مسؤولي الاتصال في المنظمات الدولية لتخطيط وتنفيذ الأنشطة الاتصالية التي تلبي الاحتياجات المعرفية لجمهور اليمني وكشفت الدراسة أن المنظمات العاملة في اليمن تواجه صعوبات بالغة في الإمدادات والمشاريع ما يؤدي إلى حرمين الكثير من الفئات المستهدفة من الاستفادة منها أجرت مقابلات متعمقة مع القائمين بالاتصال في هذه المنظمات ونجحت في تقديم صورة واضحة لهذه الأنشطة الاتصالية توصلت إلى مجموعة من التوصيات ومضموعة من الترحات لو تم تطبيقها طبعاً يكون من الفي جداً لصالح المنظمات الدولية العاملة في اليمن وأيضاً لصالح المجتمع اليمن نتائج الدراسة كشفت عن وجود غياب للتوزيع العادل لخدمات والمشاريع والبرامج وضع في التنسيق للوصول إلى المناطق النائية ووضعت عدداً من التوصيات الهدفة للارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها المنظمات الدولية في اليمن قررت إجازة الرسالة المقدمة من الباحثة بتقدير ممتاز تحتاج المنظمات الدولية العاملة في اليمن إلى مثل هذه الدراسة لتكون بوصلة إشهادية لها للوقوف أمام مكام الخلل والمعويقات التي تواجهها ووضع المعالجات المناسبة التي ستسهم في تعزيز أنشطتها أمين العتيبة اليمن اليوم القاهرة